ابن جني ألف في القراءات المحتسب تسعين قراءة شادة تسعين قراءة يعني هناك تسعين محاولة لتحريف القرآن فشلت وبقي القرآن كما هو متواتراً في كل حرف وفي كل همسة ولمسة منه وألفنا المحتسب حتى نبين للناس المحاولات التي حولت مع هذا القرآن ولم تنجح بالرغم أنها محاولات قد تكون زكية لأن القراءة الشازة قد تكون معقولة المعنى أو أنها لها معنى أو أنها تحل مشكلة وبالرغم من ذلك بقي القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه وبقيت تلك الأخطاء أو المحاولات عن قصد أو عن غير قصد محفوظة للعلماء يبينون عوارها ويبينون رفضها وإذا حاول أحدهم أن يقرأ بها في الصلاة بطلت صلاة لأنها ليست قرآنا وليست إلا عبثا يرفض ولذلك لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها إلا على سبيل المباحثة وأنه يقال أو حاول أو أن ما هذا أو هذا خطأ إلى آخرين فالحمد لله